أكثر من مئة قانون معطل ماركون في أدراج مجلس النواب مرت عليها سنوات وأشهر دون إقرارها أغلبها متعلقة بحياة المواطن تمس تفاصيل حياته العامة فالكثير من الأمور الطارئة تحدث والمستجدات مستمرة تحتاج أما إلى تشريعات جريدة أو استحداث للقوانين المقررة الجميع يترقب ما سيكون عليه المجلس التشريعي بعد العطلة التشريعية كثير من القوانين ومشاريع القوانين ومقترحات القوانين لا زالت مركونة في أدراج مجلس النواب منذ الدورات السابقة الوضع الأمني الوضع الاقتصادي الوضع السياسي الوضع الاجتماعي في البلاد بحاجة إلى تشريع كثير من القوانين ومواكبة التطور القانون يشرع من أجل تلبية حاجات الناس وبالتالي تعطيل إنجاز من هذه القوانين هو تعطيل لحاجات المواطنين الأهم هو الأبرز مما يشرعه بحسب خبراء هو أن ينتج من تشريع القوانين أجواء مستقرة تلبي طموحات المواطن في حياة لا تعقيدات فيها فالقانون بالأساس هو لتنظيم حياة المواطن وتوفير غطاء يسيرون تحت ظله الأهم في الأمر هو لابد أن نصنع كقوة سياسية كسلطة تشريعية كسلطة تنفيذية أن نصنع حياة سياسية مستقرة حتى على الأقل نستفيد من التشريعات القانونية لا فائدة من كم كبير من القوانين التي تصدر من داخل مجلس النواب العراقي ويكون عدم التنفيذ أو عدم الاستفادة من المواطن العراق وبالتالي قد لا نلتمس رعاية الدولة رعاية الدولة تأتي عبر كثير من القوانين والتشريعات التي تطبق معيار الحياة منها الحقوق والواجبات للمواطن العراق لم يتبقى الكثير على نهاية العطلة التشريعية وأيام تفصل عن حسم ملفات سياسية مهمة يدخل بعدها البرلمان إلى مرحلة مسئولية التشريع والتي تكمن في إقرار ما هو معطل من القوانين من بغداد محمد فراس قناة التغيير